بنصبح على حضراتكم لقاء متجدد على شاشة القناة التانية في تلفزيون المصري وبرنامجكم بنصبح عليك النهاردة الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 وعلى مدى ساعة إن شاء الله هنسعد بهذا اللقاء على الهواء مباشرة من خلال شاشتكم شاشة القناة التانية في تلفزيون المصري ومجموعة متنوعة من الفقرات المختلفة والتأريل الخارجية ولقاءنا الرئيسي على الهواء إن شاء الله كل الفقرات تكون موفقة وتعجب حضراتكم لكن في بداية يومنا دايما بنتمنى كل الخير والأمن والسلام لبلدنا الغالية مصر ولكل العالم والمنطقتنا وكمان لكل إنسان يتبعنا وكل إنسان على مستوى العالم الأمن والأمان والأمنيات الطيبة في بداية اليوم ده إن شاء الله تكون من نصيب حضراتكم النهاردة ومن خلال حلقتنا هيكون زي ما قلت عندنا فقرات متنوعة ومختلفة سواء التأرير الخارجية وفقرات هل تعلم موضوعات عن الشوارع وحكاياتها هيكون كمان معنا ضفنا في فقرتنا الرئيسية النهاردة دكتور ميلاد موسى وهنتكلم عن البرمجة اللغوية والعصبية وإزاي إن إحنا الضغوط النفسية اللي ممكن نتعرض لها والحقيقة يعني ما فيش أي إنسان خالي من الضغوط بمختلف أنواحها هل السؤال اللي هنتراحه النهاردة وإن شاء الله نستفيد كلنا بالإجابة من ضفنا هل ممكن يكون فيه تدريبات وتدريبات بسيطة وتدريبات شخصية يعني مش لازم كمان يعني يكون حد متخصص ولا حاجة لكن طبعا لازم نستعين بالتدريبات دي يعني المتخصصين في الموضوع ده لكن إحنا نقدر نعملها لوحدينا حتى في المنزل هيكون كمان عندنا فقرات زي الرياضة والأخبار والمناسبات المختلفة بتوافق اليوم النهاردة كل ده إن شاء الله هيكون بعد الفاصل اللي هنتابعوا مع حضراتكم حالا هنشوف جزء من أغنية أنغام في الندوة التثقيفية كانت أغنية الحقيقة رائعة كلمات وألحان وأداء وهنرجع بعد كده نستكمل فقراتنا وبنصبح عليك أهلا بحضراتكم أول فقراتنا النهاردة هنتكلم فيها عن شخصية من الشخصيات البرزة في حرب أكتوبر المجيدة 1973 وشخصية أكتوبر اللي معنا النهاردة شخصية المشير محمد علي فهمي اسم كبير في القوات المسلحة المصرية طبعا شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة لكن كان ليه دور مهم جدا ودور محوري في حرب أكتوبر لأنه كان قائد قوات الدفاع الجوي خلال الحرب المجيدة دي وكان له دور كمان في بناء حقق السواريخ اللي كان طبعا كلنا عارفين بعد 67 كان سمقنا محتاجة أن يكون فيه رجال في قواتنا المسلحة من أمثال المشير محمد علي فهمي اللي بنوا منظومة الدفاع الجوي مع كل رجال القوات المسلحة وقدروا أنهم يحموا سماء هذا الوطن كان طبعا أول قائد لقوات الدفاع الجوي المصري وظل قائد لها أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وحصل على العديد من أنواع التكريم والتتناسب مع جهوده منها وسام التحرير وسام النجمة العسكرية وغيرها من الأوسمة يعني شخصية من شخصيات الكبيرة والندرة فاصلوا ونرجع لحضراتكم مرة أخرى ومن ضمن فقراتنا يوم الخميس اللي بنسعد أن نقدمها لحضراتكم ويعني زي ما نقول كده بنحاول أن احنا الزاكرة نسترجحها ونشوف شوارعنا سبب تسميتها إيه ونفكر حضراتكم بيها لعلي كمان أن احنا الموضوع ده اللي بنعمله كل يوم خميس يكون حافز للناس أن هي تدور في تواريخ وحكايات شوارعنا عشان نعرف قدي إيه إحنا يعني تاريخنا عظيم وشوارعنا عظيمة هبدأ معاكم بالعباسية حي العباسية يعني من أحد أهم أحياء القاهرة وحي عريق طبعا يعني مش محتاجين أن احنا نتكلم عنه لكن كان بيسمى أرض الطبالة وكان من أغنى وأجمل مناطق القاهرة في عام 1849 أنشأ عباس حلم الأول سكنات الجيش السكنات دي كانت في العباسية ومن التاريخ ده اتحول اسمه من أرض الطبالة للعباسية وبدأت حركة التعمير والبناء فيه وتم تقسيم الحي لأحياء وصار على منوال عباس حلم الأول الوالي اللي جي بعده الوالي الرابع سعيد باشا وكان عباس بيميل العزلة واختار أن قصوره يبنيها في المناطق الهدية لأن كانت القاهرة أقصى امتداد لها بالمناسبة كانت العباسية بعدها كانت صحراء يعني مدية نصر دي كانت عبارة عن صحراء وكل الامتدادات للقاهرة اللي بعد كده فكانت العباسية دي آخر الحدود الآهلة بالسكان في القاهرة فعباس اختار أنه هو يبني خصوره في المنطقة دي فقام ببناء أصر ضخم في العباسية وبالتالي سمي الحي بالعباسية نسبة إلى الوالي عباس في عهد إسماعيل باشا أنشأ عيدة مدارس عسكرية وتم نقل مدرسة الضباط المدرسة الحربية فيها عشان يسهل على التلاميذ القيام بالتمرينات الحربية وضرب النار في الخلاء كانت منطقة خلاء يعني زي ما بنقول من حي العباسية أنتقل معكم لأحد الأحياء العريقة أيضا في القاهرة القديمة حي الفستات وذكر هذا الحي في كتاب أصل الأشياء وكان له قصة أخرى أن بعد فتح عمر بن العاص مصر كان في قصة دايما بتراود خياله وهي قصة طريفة بالمناسبة بترجع سببها لتسمية الفستات قرر المسلمون الرحيل ولقوا عش يا ماما على فستات الفستات دي يعني خيمة والخيمة دي كانت خيمة الوالي عمر بن العاص أول حاكم إسلامي لمصر فأمر الجنود بأنهم يسبوها فكان بالصدفة داخلها يا ماما والياماما دي باضت فلما عاد من اسكندرية سألوه طيب حضرتك هتقيم فين أو بعد ما رجعت هنبني فين مكان إقامتك فقال الفستات فعرفت تلك المدينة بهذا الاسم ومن التاريخ ده سميت الفستات وتم بناء أول مسجد في أفريقيا المسجد اللي موجود إلى الآن في منطقة الفستات وهو مسجد عمر بن العاص ما زلنا معاكم وحكايات الشوارع والأحياء والحكايات الرائعة لتاريخنا منها حكاية كلنا بنعشقها خان الخليل الحية مش إحنا بس كمصريين اللي بنعشق هذا الحي وشوارعه لكن كل من يزور مصر من الإخوة العرب من الأجانب السياح من كل بلدان العالم لازم تكون في ضمن خطتهم السياحية وجولتهم السياحية المختلفة خان الخليل بالمناسبة الأيام دي طبعا كلنا اللي هيروح المنطقة دي هليقيها شديدة الزحام لأن اليومين دول يعني كلنا بنحتفل بميلاد سيدنا الحسين وبدأ يمكن من يوم أو يومين فهنلاقي كمان حاجات روحانية في منتهى الروعة منطقة خان الخليلي والحسين لكن هنركز على خان الخليلي كان مبنى على شكله مربع كبير بيحيط به فناء بيشبه الوكالة والطبقة الوسطى منه كانت محلات والطبقات العليا كانت مخازن ومساكن وبترجع تسميته إلى صاحب أمر إنشاؤه اللي كان في عام سبعمائة أربعة وتمانين هجري ده بيوافق عام ألف تلتمية اتنين وتمانين ميلادي ألف تلتمية اتنين وتمانين يعني نقول إيه من سبعمائة سنة تقريبا أو أزيت شوية كان الأمير جهاركس الخليلي أحد أمراء المماليك وهو من الخليل من مدينة الخليل في فلسطين وأحد أمراء السلطان برقوق ويضم خان الخليلي مساجد ومعالم أسرية وأسواء بيقع فوق مقابر بتعرب بمقابر الخلفاء الفاطميين سابقا وبيعد السوق ده واحد من تمانية وتلاتين سوق كانت موزعة أيام المماليك على محاور القاهرة حكايات الشوارع وحكايات الأحياء أعظيمة لكن لو جمعنا هذه الحكايات حكاية شوارعنا وحكايات أحياءنا القديمة هنلاقي في النهاية أن احنا نشوف حكاية وطن معنا تقرير عن حكاية وطن وجهود الدولة في تطوير التعليم خاصة في سيناء الحبيب نتابع التقريب ده من حضراتكم ونرجع نستكمل بنصبح عليك النهاردة كمان مشاهدين الكرام بتحل ذكرى واحد من أشهر كتاب السيناريو والأفلام في تاريخ السينما المصرية اسم مشهور جدا حتى للأجيال الجديدة أبو السعود الإبياري أبو السعود الإبياري كيفاء نحن نعرف أنه غزير الإنتاج بشكل كبير جدا نعرف أنه 500 فيلم تقريبا أو أكتر شوية الأفلام اللي كتبها أو كان صاحب قصتها أو السيناريو لها طبعا يعني من أهم الألقاب اللي أطلقت على أبو السعود الإبياري أنه موليير الشرق كتب الزجل وهو طفل في مجلة الأولاد وكان معجب الكاتب الكبير بديع خيري كزجال ومؤلف مصرحي لا شك أن أبو السعود الإبياري أثرى الحياة الفنية المصرية في وقت يعني كان العملقة موجودين يعني في التاريخ اللي هو زي ما بنقول الأربعينات والخمسينات والستينات التاريخ ده كان الإبداع في مصر يعني إحنا كلنا لما بنشوف الأفلام بتاعة الخمسينات والستينات لحد النهاردة قد إيه بتعجبنا خصوصا أفلام أبو السعود الإبياري مع شريكه ورفيق رحلة كفاحه إسماعيل ياسين كل الأفلام الرائعة اللي بنتحك عليها لحد النهاردة وبنحبها لحد النهاردة اللي من تأليف أبو السعود الإبياري هنلاقي بطالها إسماعيل ياسين لأنه عرف بصانع البهجة والنجوم وطبعا هو بيعتبر هو بحق أحد أهم صناع السينما في مصر في ذلك التاريخ هنرجع بقى معاكم لحكايات بتاعتنا وحكايات الأحياء وكان الفخرة اللي فاتت اتكلمنا معاكم شوية في الأحياء الأديمة الأحياء التاريخة بمئات السنين في أحياء تاني في القاهرة أحياء عريقة ومهمة وليها تاريخ لكن أحدث نسبيا يعني مش ضارب بقى بالستمائة سبعمائة سنة والكلام ده منها الأحياء اللي هنتكلم عنها دلوقتي زي حي حلوان حي حلوان ده من الأحياء المشهورة جدا في القاهرة في التاريخ الحديث بأنه حي الاستشفاء وكان الملك فاروق يعني بيحب يروح الحي ده علشان الهواء النقي بتاعه وعلى فكرة بالمناسبة لحد النهاردة زي ما بنقول كده نسمة الهواء في حي حلوان مختلفة ذكر في كتاب أصل الأشياء أن حلوان أنشأها عبدالعزيز ابن مروان سنة 67 هجرية 686 ميلادية وأنه اضطر الانتقال إلى الفسطات في سنة ظهور الطاعون واختار لها ابن مروان اسمه حلوان لأنها يرى أن موقعها يشبه حال مدينة حلوان في العراق طبعا المدينة الآن تمددت كثيرا بقى فيها العديد من المصانع المختلفة لكن ما زال الطابع الجميل لا حلوان موجود العجوزة أحد أهم أحياء الجيزة هنروح لهذا الحي موجود في طبعا الجيزة لكن بيعتبر زي ما بنقول كده واحد من أحياء وسط القاهرة يعني صحيح العجوزة والدقي والحاجات دي يعني الأحياء اللي جنب بعضها دي تبعة للجيزة لكن يعني بنقول عليها في القاهرة الكبرى بتعود تسميتها إلى نزلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي مؤسس الجيش المصري في عهد محمد علي لقبت بالعجوزة لأنها أشرفت على بناء مسجد العجوزة رغم بلوخة تسعين سنة ما جعل الأهالي يطلقون على المسجد والمنطقة بأكملها العجوزة من حي العجوزة هنروح لبردو حي أسري وتاريخي ولو مكانة كبيرة الأسباكية بيعود اسم الأسباكية اللي اشتهرت به الحديقة والحي الموجود فيه في وسط العاصمة المصرية بيعود تاريخ هذا الحي إلى عصر المماليك عندما أهدى السلطان قايد باي قطعة أرض لقاءة جيوشه سيف الدين أسباك من هذا الاسم سيف الدين أسباك جاء اسم الأسباكية اللي قام عليها الحديقة اللي موجودة حديقة الأسباكية اللي موجودة حد النهاردة كانت سيتم كلسوم بتقيم حفلاتها في حديقة الأسباكية القائد سيف الدين أسباك أقام هذه الحديقة على مساحة ستين فدان طبعا المساحة دي قلت كتير الآن يعني شوية كده هنخرج معكم للتقرير اللي جاي وهنرجع نستكمل معاكم حكاية الأحياء وهنتكلم في الفاصل ده عن ذكرى واحد من الفنانين ذكرى ميلاد الفنان حمدي أحمد الفنان حمدي أحمد طبعا يعني كلنا عارفينه كلنا شفنا أعماله كلنا بنشوف أداء متميز له في أدوار أدواره الأديمة الحقيقة يعني محدش أبدا ممكن لما يذكر اسم حمدي أحمد ما يربطش على طول فيلم القاهرة تلاتين لأنه كان زي ما بنقول كده في حياة كل فنان بصمة بتعتبر الأعلى لكن طبعا في حياة حمدي أحمد بصمات كتير تخرج الفنان حمدي أحمد من معهد الفنون المسرحية والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية وكان أول عرض يشارك فيه عرض اسمه شيء في صدري من إخراج نور الدمرداش قدم مسرحيات زي الأرض والشيخ رجب من أشهر أفلامه صرخة نملة وعرق البلح وأنفه ثلاث عيون ومن أشهر مسلسلاته الوسية وعلي الزيبق وبوابة المتولي وعلى فكرة فيه دور كمان يمكن أحب أن أنا أشير لي للفنان حمدي أحمد في المسلسل الرائع للإمام الشعراوي وكان الدور أحنا فاكرينه يعني دي البصمات اللي بقول حضرتك عليها اللي هو الشيخ اللي ما كانش بيحب الشعراوي قوي وكان فيه كده يعني نوع من التنافس اللي يعني مش هادر أقول تنافس شريف لكن كان فيه يعني دايما دور اللي كان بيقوم بيه الفنان حمدي أحمد في هذا المسلسل إن هو يعني ما كانش بيحب قوي فضلت الإمام محمد متولي الشعراوي أدوار كتيرة لو قعدنا نتكلم فيها خصوصا أدوار القروي وأدوار الفلاحين وأدوار يعني كان هو له الحقيقة وعايز أقول لكم من أدواره المهمة كمان دوره في سكة على مش سكة على بناتك اللي هي مع شادية وصغير البابلي راية وسكينة كان هو بيقوم الفنان حمدي أحمد في الأول بالدور اللي كان بيقوم بيه الفنان أحمد بدير وفضل لسنوات بيقدم هذا الدور وحصل خلاف المسرحية وسبحان الله جاء أحمد بدير وأجاد جدا في هذا الدور وتم تصوير المسرحية بأحمد بدير لكن الناس بتفتكر كمان أن دور العسكري في راية وسكينة كان بيقوم بيه حمدي أحمد هنرجع معكم للأحياء وهنروح لحي الظاهر حي الظاهر من أحد أهم أحياء القاهرة الأديمة ولو تاريخ موقعه موقع جبار موقع استراتيجي ما بين أحياء القاهرة الأديمة جاءت التسمية نسبة إلى الظاهر بيبرس فسمي حي الظاهر على هذا الاسم كان بيسكنوا قديما اليهود وبيوجد فيه العديد من المعابد اليهودية وبيه حي الحسينية والظاهر وعرف الحي كمان بمجمع الأديان من حي الظاهر لحي باب اللوق باب اللوق ده واحد أيضا من أحياء القاهرة القديمة وبيعتبر من أشهر الأسواق في القاهرة القديمة مازال سوق باب اللوق موجود وشهير جدا بالخضروات والفواكه واللحوم وغيرها عرفت قديما بخط الإسماعيلية نسبة للخديو إسماعيل في بداية العصر المملوكي باب اللوق كانت في القدم أرض زراعية سميت لوق لأنها كانت بترمي لوق لما بتبدأ زراعتها بعد الفيضان كان الفيضان بيغمرها وبتبدأ ترمي هذا النوع وفضلت أرض زراعية لغاية عام 1261 ميلادية لما بنا فيها الظاهر بيبرس بيوت للمغول الوافدين وبعدها تحولت لأرض زراعية مرة أخرى لحد عام 1858 لما بنا فيها الخديو إسماعيل مباني وبيوت وقصور وظهرت فيها الشوارع والميادين وباب اللوق بتكتسب أهميتها كمان لأنها المدخل أو الشارع المؤدية لواحد من أهم الأحياء في القائرة الأديمة وهو حي عبدين اللي كان مقر للأصر الملكي أصر عبدين اللي كان بيقيم في حاكم مصر طيب إحنا كده أعتقد خلصنا خلصنا حواديت الشوارع والأحياء وهذه التواريخ هنطلع معاكم للفاصل ده بعض التمارين الرياضية من بعدها هنرجع نستعرض معاكم أهم عنوين صحافتنا المصرية الصادرة الصباح اليوم ونستكمل فقراتنا وبنصبح عليك أهلا بيكم وصلنا لفقرة الأخبار هنستعرض معاكم زي ما نوهنا قبل فقرة الرياضة أهم عنوين صحافتنا المصرية الصادرة الصباح اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 وهبدأ معاكم من موقع أخبار مصر والرئيس السيسي اطلع على جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية تناول الاجتماع جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وعدد من المشروعات الأخرى وطلع الرئيس على جهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات ووجه الرئيس بتوفير كل مقاومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغدائي للشعب المصري من أخبار اليوم الهيئة الوطنية تعلن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على رمز النجمة عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا بعد ظهر أمس الأربعاء الثامن من نوفمبر برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها اختيارات مرشحي لانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبدى المرشحون وفقا لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح ووفق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على تخصيص رمز النجمة للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ورمز الشمس للمرشح محمد فريد سعد زهران ورمز النخلة للمرشح عبد السنة حسن محمد يمامة ورمز السلم للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر من أخبار مصر 15 نوفمبر آخر موعد للناخبين الراغبين في تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة من الأهرام الوطنية للانتخابات تتيح خدمة تعديل مقر التصويت عبر موقعها الإلكتروني من أخبار اليوم مصادر مصرية مطلعة للقاهرة الإخبارية مصر تقترب من التوصل لهدنة إنسانية في غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين من اليوم السابع رئيس الوزراء وجود صناعات مصرية متميزة في قطاع النقل يؤكد أهمية جهود توطين الصناعات من اليوم السابع توجيه رئاسي برعاية طالب نابغ الحكومة توافق على إلحاق طالب بالابتداء للدراسة في كلية العلوم من أخبار مصر وزيرة البيئة تبحث مع الأمين العام لهيئة بريسجا المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 28 من اليوم السابع وزيرة الهجرة تشارك في افتتاح فعاليات الأسبوع الكويتي المصري الرابع عشر بالقاهرة من أخبار مصر الاجتماع الأول للجنة متابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية بالوطنية للإعلام عقدت لجنة الرصد والمتابعة يوم الأربعاء الثامن من نوفمبر بالأمس اجتماعها الأول والذي أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارا بتشكيلها لرصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 لتقوم برصد ومتابعة التخطيات الإعلامية للانتخابات بقنوات وشبكات الهيئة والمواقع والمنصات الإلكترونية التابعة للهيئة للتأكد من مطابقتها للمعايير والمبادئ والضوابط الإعلامية الموضوع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات استعرضت اللجنة المهام المكلفة بها ومناقشت كيفية تنفيذ قطة معايير وضوابط التخطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية كما تبعت اللجنة تقارير تنفيذ شبكات وقنوات الوطنية للإعلام للتخطية الإعلامية طبقا لخطة الهيئة المتكاملة لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك اعتبارا من 25 من شهر 9 من عام 2023 وحتى اليوم صرح إسماعيل الششتاوي رئيس اللجنة بأن اللجنة بدأت أعمالها لوضع الترتيبات والمهام والخطوط الرئيسية لأعمالها مؤكدة أن اللجنة ستعمل بشكل مهني وحيادي وفق المبادئ والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأن كافة التقارير التي سيتم إعدادها عن التخطيات الإعلامية ستتمتع بالنزاهة والشفافية وأضاف الششتاوي أن اللجنة تضم في عضويتها خبراء وأكاديميين وإعلاميين ورؤساء القطاعات الإذاعية والتلفزيونية بالوطنية للإعلام كما تضم في عضويتها رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة هنروح مع حضراتكم لأخبار اليوم وإجراءات وزارة التموين لضبط الأسواق وطرح السكر للمستهلك بسعر 27 جنيه تقوم المدريات التموينية بالإشراف التام على عملية التعبئة والتأكد من تعبئة الكميات المستلمة كذلك الإشراف على العملية الخاصة بالتوزيع تبقى للكشوف التي يتم تقديمها من شركة التعبئة سواء كان هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظات أو خارجها في حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنصيق بين مدرية التموين الكائم بها شركة التعبئة ومدرية التموين بالمحافظة المنقول إليها السكر من اليوم السابع وزارة الصحة تكشف تفاصيل تحديث بروتوكولات علاجية لثلاثة أمراض مزمنة منها بروتوكولات علاج مرض التصلب المتعدد بروتوكولات الأمراض المتزمية والمناعية إعادة تقييم العقار المستخدم في علاج نقص المناعة الوراثية هنروح مع حضراتكم لأخبار الرياضة الزمالك بيهزم بيراميز 4-3 ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهاية الكاس مباراة ماراثونية تابعناها إمبارح ما كانتش عايزة تخلص بمعنى الكلمة وهدف من بيراميز سعاده من الزمالك لحد ما وصلنا لضربات الجزاء الترجحية وصار الأمر كذلك حتى حسمت ضربة النهاية نتيجة المباراة لصالح الزمالك اليوم السابع 13 مارس المقبل موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهاية كاس مصر أما أحوال الطقس ودرجات الحرارة انخفاض ملحوظ في الحرارة اليوم شبورة كثيفة تصل للضباب ودرجات الحرارة العظم والصغرى هنقولها لحضراتكم لكن بعد ما نشوف توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع الهيئة انخفاض في درجات الحرارة بسود طقس ماء للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد درجات الحرارة العظم في القاهرة 28 والصغرى 20 اسكندرية 26-19 مطروح 24-19 سهاج 33-19 قنى 35-22 وأخيرا نصوان العظم 37 درجة والصغرى 23 درجة باستعراضنا لأحوال طقس ودرجات الحرارة بنكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية السريعة فاصل وهنرجع لحضراتكم بفقرتنا الرئيسية ووضفنا النهاردة دكتور ميلاد موسى مدرب ماستر دولي في البرمجة اللغوية العصبية وهنشوف إزاي نقدر إن احنا باستخدام النوع ده من البرمجة اللغوية العصبية إن احنا نقلل تأثيرات الضغوط النفسية اللي ممكن نتعرض لها ببعض التمرينات البسيطة كلام تاني هنتكلم فيه إن شاء الله ما عضفنا من خلال الفقرة التالية